والقدرة والرجال الحمد لله لازم بقول لحضرتك طول ما انت عندك جيش هيبقى اردوغان وغير اردوغان يفكر ميت مرة ميت مرة خلي بالك اردوغان قبل ما ياخد اي خطوة لازم يفكر مليون مرة مش ميت مرة لانه اي اعتداء هو عارف الرد مصر هيكون شكله ايه زي اللي حصل مع جدوده قبل كده يحصله في المتوسط مصر ما بتهزرش في الحكاية دي لا هزره تقبل كده ولا بتهزر النهاردة ولا تهزر بكرة مصر ما بتهزرش ابدا مع اي حد يحاول يفكر يعتدي على امنها ما بتهزرش ده موضوع لا يقبل النقاش تاني لا يقبل النقاش بيان النهاردة الرئاسة واجتماع السيد الرئيس النهاردة مع القائد العام ومع قائد القوات البحرية هو ده ملخص هو ايه الموضوع هو ليه الاجتماع واهمية هذا الاجتماع هو ليه النهاردة هذا الكلام حضرتك النهاردة عشان الاطراق النهاردة خلصوا الاتفاقة بتاعتهم يعني اردوغان ممكن بعد ساعة بعد اتنين بعد تلاتة تلاقي قوات تركية موجودة في ليبيا احمد المسماري مبارح متحدث باسم الجيش الوطني الليبي قال ان اي واحد هيجي من تركيا احنا هندفنه هنا مش هنتكلم على قوة الجيش الليبي مش قد قوة الجيش التركي عشان نبقى واضحين يعني لانه جيش الليبي ممنوع عنه التسليح من 2011 لما الجامعة العربية راحت لحلف شمال الاطلاسي نيتو ويدخلوا وتكسروا ليبيا وضمروا ليبيا وقتلوا القذافي ودخلوا تحت البند السابع الفصل السابع ما بقاش فيه تسليح للجيش الليبي فالجيش الليبي ما عنده السلاح قرر انه ما يبقاش فيه جيش وهم ضمروا ليبيا عشان نبقاش عنده جيش ولكن جاء اللواء خليفة حفتر يعمل الجيش ويعيد الجيش ولكن ما قدرش يقولك الجيش الليبي يصبت امام الجيش التركي لا طبعا ما فيش مقارنة ولكن على الاقل هو عنده هيعمل محاولة عنده ماليين الليبيين اللي هم يقدروا يدفع عن بلدهم ولازم يدفع عن بلدهم وحنت ساعة اللحظة يدفع عن بلدك ودفع عن ارضك لانت عندك غازي تركي جاي لك جاي يحتلك ويحتل وياخد ثرواتك ويحتلك ويقتلك وجاي يولي عليك التنظيمات الارهابية هو السراج مين مع السراج علي الصلابي وكل الشلة بتاعت الاخوان والقاعد هم